فمنهم مثلا مامة ريناد اللي بتسأل بتقول ما هي الفترة اللي أستفاد بيها من أشعة الشمس للحصول على فيتامين دال ده سؤال جميل ده سؤال جميل مامة ريناد ليها ولكل الأمهات والأباء اللي عندهم أطفال وهم شخصيا عايزين يستفيدوا من فيتامين دال ولكل الناس متوسطين العمر وكبار السن والمقام اللي عايزين يستفيدوا من فيتامين دال اللي الشمس بتحوله بتحول فيتامين دال الموجود في جسمنا من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة هي أشعة الشمس مفقاش فيتامين دال هي أشعة الشمس الحلوة مش الضرة يعني بتحول مركب في جسمنا اسمه كالسيفيرول بتحوله هو فيتامين دال غير نشيط بتحوله إلى فيتامين دال وده بقى بنحصل عليه إحنا من الأكل وشرب والحاجات دي كلها السؤال كان عن المدة المدة قد ايه ان انا استفيد منها وانا الحقيقة بحي صاحبة السؤال لانه هو سؤال زكي في زكاء تمام المدة بتبدأ من خمس دقائق يوميا يعني نبدأ بخمس دقائق خلاص فقط في البداية ما نزودش عن خمس دقائق خلاص بعد أسبوع بنزود الخمس دقائق دول خمس دقائق كمان فبنبقى وصلين لعشر دقائق الأسبوع التالت بنزود خمس دقائق كمان فيبقوا ايه خمستاشر دقيقة يوميا خلاص كده وهذا هو الحد الاقصى ربع ساعة اللي قعد في الشمس ربع ساعة هناك أراء طبية الامانة تقتضي ان انا اقول لكم كده هناك أراء طبية تزيد الامر حتى عشرين دقيقة فعشان كده بنقول ايه المؤكد ان الحد الاقصى النهائي ما بين خمستاشر دقيقة لعشرين دقيقة في اليوم تستفيد تماما من اشعة الشمس اللي هي تحول فيتامين دال في جسم حضراتكم من الصورة الغير نشيطة الى الصورة النشيطة سواء حضراتكم او أولادكم يعني خلاص ولكن هناك شروط اول شرط هو شرط التوقيت الامن ومش اي وقت نقعد فيه في الشمس لا امتى التوقيت الامن توقيت الامن ده بيكون قبل الساعة عشرة او حداشر صباحا حسب التوقيت اللي هو اللي بنقدم ساعة وبناخر ساعة ما دي حاجات الطب ما كانش عامل حسابه عليه خلاص فانا بنقول ايه عشرة حداشر يعني عشرة صباح او حداشر الصبح اللي هي عشرة بقت حداشر فاهمين قصدي او اللي هي حداشر كان اساسها عشر ما قبل ذلك توقيت امن انما جت علينا عشرة او حداشر حسب التوقيت يعني الى الساعة تلاتة او اربعة برضو حسب التوقيت اللي هو اللي بيتقدم وبتأخر خلاص التوقيت ده اللي هو من من عشرة الى تلاتة او من حداشر الى اربعة ده توقيت غير امن ليه لان في هذا الوقت من اليوم بيكون فيه تكسيف لاشعة الشمس فوق البنفسجية بتكون مكسفة جدا والاشعة فوق البنفسجية دي مضرة مضرة جدا للجسم مضرة فلازم نتجنبها فيبقى ايه يبقى نقعد في الشمس قبل الساعة عشرة او بعد الساعة تلاتة وزي ما قلنا الـ 15 ديئة الى 20 ديئة كحدة اقصى طب بنقعد ازاي ما هو اللي هيقعد لابس بدلة وكرافاتة وفورمال كده ولا ان شاء الله يقعد تلاتة ايام لا مش هيستفيد من اشعة الشمس لازم تبقى الدراعين مكشوفين يعني زي ما انا لابس كده بنص كمة هو خلاص مش لازم كت على فكرة عشان فيه ناس فكرة انها لازم تقلع ودوم لا بس يبقى ايه نص كمة ونبقى كشفين رجلنا خلاص من القدمين لحد الرجبة يعني اخرنا الرجبة خلاص ولازم مش يفضل لازم الراس تبقى متغطية يعني متغطية بقى باشار بمتغطية بكاب ببرنيطة بالكلام ده كله لانه الراس مش هتستفيد حاجة احنا عايزين الجلد انما الراس فيها شعر يعني فالاشعة اللي هتوصل للراس عشان تتحق نستفيد منها لا دي الله والغاني عنه فلازم نبقى مغطيين راس خلاص اقول لكم على حاجة تانية مهمة قوي ليس هناك ضرورة ان يكون الامر يومي مش لازم ده يحصل كل يوم خاصة في الايام الحرة مش لازم يحصل كل يوم بل يمكن الاكتفاء بعمل الموضوع ده مثلا اربعة يام في الاسبوع او تلات يام في الاسبوع يوم فيه ويوم مفيش فهمتوا قصدي يعني مش لازم برضو الناس تقولك ايه اصلا انا ما قعدتش النهاردة يبقى خلاص بقى الموضوع باز لا ده ممكن الموضوع كله يبقى ثلاث يام في الاسبوع بس ورا بعض بقى بينهم فواصل زي ما ظروفكو تسمح وفيه نقطة تانية مهمة وهي القياس المعملي مهم ان احنا نعمل قياس لمستوى فيتامين دال في الجسم اللي هو التحليل بتاع فيتامين دال امر ضروري ليه؟ لانه فيه اوقات ما بيبقاش فيه اكتفاء فقط بموضوع الشمس ده لكن بيكون فيه ضرورة ضرورة طبية لتناول دواء مع المصادر الغنية فيتامين دال مع المصادر الغذائية فاهمين قصدي فعشان كده لازم يبقى عندنا دليل نبقى ماشيين وراه خلاص؟ وهو التحليل ده بيتعمل ونتيجته سهلة يعني هو يمكن عيبه الوحيد في وجهة نظري انه هو سعره غالي شوي انما احنا لما بنعمله بنبقى متطمنين وليه بنعمله علشان خاطر نبقى على نور زي ما بيقوله نبقى عارفين كده انه اه لا الدنيا كويسة خلاص يبقى تمام يبقى ما خدش دواء يبقى انا كده تمام بتعرض للشمس كويس باكل اغذية فيها فيتامين دال سواء انا يعني او ولادي بقى انا بتكلم كأب كأم كهلاص لا ده كده لازم يبقى فيه احتياج لدواء لجرعة دوائي ودي اللي بيحددها الطبيب والتخصص المعنى ده تخصص العظام او تخصص الامراض البطنية بالمناسبة يا تمام بالنسبة بقى الموضوع الادوية فيه اختيارين وكل شوية الابحاث عمالة يشتغل فيه فريقين عملين يشتغل وكان يعني لغاية فترة قريبة قوي كان بيتقال انه يتاخد الدواء اللي هو بيتاخد جرعة واحدة اسبوعيا خمسين الف وحدة دولية جات ابحاث تانية قالت لا احيانا فيه ناس ما بتستفدش من الموضوع ده فالاحسن ان احنا ناخد جرعة واحدة يوميا بس قيمتها عشر تلاف وحدة بس لمدة خمسة يام في الاسبوع يعني هتلاقيها هي هي يعني هم في الاخر الخمسين الف بس يا اما يتاخدوا يوم واحد في الاسبوع مرة واحدة خمسين الف او ان يتاخدوا مرة كل يوم بس تبقى ساعتها تركيز الدواء عشر تلاف انا فاكر انا بشكل شخصي اقولك ونصيحة لما كنت باخد فيتامين دال اسبوعيا كنت عشان منساش يا حاجة كده يعني يمكن حد يستفيد منها كنت عامل حاجة لطيفة او كنت او يعني حاجة انا اعتبرتها حاجة كويسة ان انا عشان منساش كنت قلت ايه ايه في ايام الاسبوع اليوم الوحيد اللي فيه حرف الدال هو يوم الحد يبقى ده اليوم اللي باخد فيه فيتامين دال فهمتوا قصدي لانه الحاجة اللي بتتاخد مرة في الاسبوع دي احانا بتتنسي واحانا تقول ايه هو انا خدتها ولا ما خدتهاش فاهمين قصدي فانا كنت عاملها لنفسي كده فانا يعني ايه بقول لكم النصيحة دي لعلها وعسى ممكن حد يستفيد منها هتقولولي طايت ناخد الخمسين الف ولا ناخد اللي هي كل يوم عشر تلاف لمدة خمس تيام الحقيقة بقى ان الابحث التالتة الجديدة قالت ان ما فيش فرق ان اللي عايز يعمل كده يعمل واللي عايز يعمل كده يعمل فهمتوا قصدي لانه كان الفريق الاول متمسك برأيه وقعدين الفريق التاني اللي قال لا بلاش وحدة بلاش خمسين الف مرة وعدة في الاسبوع خلوه عشر تلاف كانوا متقسين برأيهم او جي بقى فريق تالت ابحث تالت قالت لا ده زي ده وامتصاص الجسم الفيتامين ده ده كويس بس امتى امتى في حالة الاحتياج بالقياس المعملي دي نقطة مهمة ولازم نسأل الدكتور سواء العظام او الدكتور الامراض البطنية اعيد التحليل بعد قد ايه لانه على حسب القيمة بتاعت التحليل يعني فيه اوقات يتقل ايه نعيد التحليل بعد شهر فيه اوقات تانية يقولك بعد ثلاث شهور فيه اوقات تانية يقولك خليك عدوة ده ستة شهر ما تعيدش التحليل قبل ستة شهر تمام كده بس هو اجمالا يعني مفيش حد بيعيش على فيتامين دال خلوا بالكوا او من نقطة دي مفيش حد بياخدوا على طول لكن لازم نبقى جايدد او منقادين او او مساقين او متوجهين بقياس معملي فاهمين قصدي دي نقطة برضو مهمة طيب ايه المصادر الغذائية المهمة اللي بتحتوي على فيتامين دال مش احنا قلنا ان فيتامين دال ده ممكن نحصل عليه في الاكل اه طب ايه المصادر دي اللبن الحليب اللبن في فيتامين دال الاسماك وتحديدا اسماك السالمون والسردين والمكرال والتونة دول اغنية جدا بفيتامين دال صفار البيض غني جدا بفيتامين دال المش مش المجفف اللوز البرقوق الزبيب وزيت كبد الحوت وزيت كبد الحوت ده مش الحقيقة مش حاجة غذائية بس هو بيتبع في الصيدليات كمركب دوائية تمام ده كان سؤال الخاص بفيتامين دال ترجمة نانسي قنقر